السلام عليكم ان شاء الله في هذا الفيديو راح نبدأ بشرح مادة ام اس اس او بالضبط راح نشرح اختبار او اسئلة من مادة ام اس اس طبعا في هذه المادة بسيطة جدا ما علينا غير ان نركز في الاختبارات ونركز في الاسئلة المعطاة لنا لان دائما الاختبار اللي يجي هو مستوحى من هذه الاختبارات البراكتس اللي يعطوني اي براكتس او الانشطة دائما نركز هنا وفهمنا الاسئلة ان شاء الله الدرجة الكاملة نبدأ في السؤال الاول طبعا في السؤال الاول يقولنا دائما اننا عطانا نفس هذا السؤال لازم نعرف كيف نحن نحل هذا السؤال نحن في هذا السؤال يعطينا هو قانون القانون يقولنا اثنين في كم في ان عبارة عن ويش عدد الارقام داخل هذي السابسد داخل هذا السيت القوس فنروح نحسب واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة طبعا في العادة ما يعطينا ارقام يعطينا رموز يعطينا ارقام متفرقة فنحن لازم نحسبهم دامنا بدأ من الصفر لين التسعة فهي عشر ارقام فنقول يساوي ثنين اثكم اث عشرة فنروح نحسب بالالة الحاسبة راح يطلع عندنا الناتج الف واربعة وعشرين هذا بخصوص ويش السؤال الاول طبعا مثل ما لاحظنا الاسئلة قد بسيطة ما فيها اي صعوبة نروح انتقل الحين للسؤال الثاني السؤال الثاني طالب نعندنا وعطانا هذه المعادلة مثل ما نقول نقدر نقول ان معاكسة هذه المعادلة نحن كيف نحل مثل هذه الاسئلة طبعا الطريقة الاولى لحل هذه المسألة نحول للاي الواي مكان الاكس والاكس مكان الاي هذه اول طريقة لحل هذه المسألة والتي راح نعيد المعادلة تحت ثمانية وعشرين بلاس واي ايكول تو بي باور اكس قلنا الطريقة الاولى وايش نحول الواي مكان الاكس والاكس مكان الواي بدون لا نغير اي شيء راح نكتب هنا ثمانية وعشرين بلاس اكس قلنا الاكس هنا ايكول تو لانه نحن عندنا قلنا الواي تساوي اكس والاكس تساوي واي والبي باور واي الحين انتهينا من اول طريقة الحين ننتقل للطريقة الثانية الطريقة الثانية نحن باغين نوقد فيها ويش اللي هي اه معاكسة هذه المعادلة صح فنحن نروح فقط هذه نجيبها في البداية عشان ما تصير لخبطة عشان توضح صورة نحن فقط باغين معاكس سترا ما باغين شيء تاني اكتب لي بي واي اكول تو عندنا ويش هني تونتي ايت بلاس اكس بهذه الطريقة نحن نعتبر ويش حلينا هذه المسألة طبعا هذا الناتق لهذه المسألة بكل سهولة يعني مثل ما اقول لكم الاسئلة بسيطة قدا ما فيها اي صعوب فقط علينا انه الركز تركيز هو اهم شيء في هذه المعادلة الحين ننتقل للسؤال اللي بعده هو السؤال الثالث السؤال الثالث عطانا هذه المعادلة وقال باغي التبسيط ما له طبعا هذا الشعار عبارة عن ويش عن النوت فنحن نضرب هذا الشعار هني لنخارق القوس وهذا الشعار هني وهذا الشعار هني هذه عبارة عن ويش نحن لازم نعرف هذه الرموز اول شو ويش معناتها نكتب الرموز هني هذه معناتها ويش اللي هي ويش ينتمي وعندنا شعار اخر اللي هو مثل هذه الطريقة قاي هذا عبارة عن ويش اللي هو بارت اوف او سب ست نحن نكتب بارت اوف قزء من وعندنا الشعار اللي هو هذا هذا الشعار عبارة عن ويش عبارة عن اليونين يونين او الاشياء الغير مكررة الاشياء اللي ما متكررة وعندنا معاكس لهذا الشيء اسمه انترسيكشن بمعنى ويش بمعنى الاشياء المكررة واخر شي عندنا مثلا اللي هو يرمز للسي هذا عبارة عن ويش عبارة عن المعاكس او المرادف الابزت الحين خلصنا وشرحنا هذه ويش معناتها صح الحين نحن دائما لتحويل مثل هذه المسائل قلنا نضرب هذه النوت اللي موجودة في الخارج في كل القوس فنروح نكتب على طول نبدأ نفك القوس نكتب اللي هي مثل مام سوايا هني لنا ضربناها في الاف بعدين نروح نضربها ويش في هذه اللي هي عبارة عن ويش الانترسيكشن طبعا لما تصير عندها النوت معاكس الانترسيكشن ويش هي اليونين فراح نكتب يونين بعدين نكتب اللي هي الار نوت وفيه هني ار النوت اخرى لنا مرتين ضربناها في الار تصير ار بتروح تساوي عندنا ويش اف او نوت اف يونين ار ليش لان النوت روح مع النوت هذا هو التبسيط الاخير لهذه المسألة مثل ما لاحظته ما فيه اي صعوبة ننتقل للسؤال اللي بعده السؤال اللي بعده عطانا هو نفس السؤال طالبين عندنا بس قالنا حول اللي هذي طبعا هذي عندنا نوت اي وهني نوت هذي نفس الشي ترمز للنوت وهذي عبارة عن الار وهذي الكي لما نقول ار عكس الار ويش تكون عندنا الاند اللي هي بهذا الشكل فنحن نروح نحول الحين بتكون عندنا نوت نوت اي لانا مرتين صح هذي نضربها هني بعدين تكون عندنا بدال الار تكون اند لانا المعاكسة بعدين نوت كي هذي تروح مع هادي يطلع عندنا اي اي اين نوت كي صارت عندنا بهذا الحل انتهينا من السؤال الرابع وبكل بساطة لحد الحين ننتقل للسؤال اللي بعد اللي هو السؤال الخامس في السؤال الخامس هني عطانا مسألة قال وهذه رمزناها برمزويش اللي هو اليونين يساوي هذه القيمة وبعدين عطانا هذه القيمة وهذه القيمة فيقول واش تساوي نحن عندنا مثل القانون يا انه نفهمه او انه واش نحفظه رح نقول اللي هي قانوننا يقول الان يساوي واش رح يساوي عندنا يساوي عندنا اللي هي الان طبعا نحن هذا موجود معنا وهذا موجود معنا وهذا موجود معنا اللي مقهول اللي هو هذا صح نروح اول شي قبل لا نبدأ باي شي رح نعوض هذا كم عندنا ناتق ميتين وواحد وخمسين يساوي هذا الناتق اللي عندنا كم يساوي اللي هي مية وواحد وخمسين قلنا هنا يزايد صح ستة وخمسين وهذا طبعا زايد اللي هي الان لان ما عندنا بعدها مقهول اكس ماينس ار الحين نحن بغينا ناتق هذا فنروح نبسط اكثر هي مية واحد وخمسين نساوي مية واحد وخمسين زائد ستة وخمسين كم رح يطلع عندنا الناتق يطلع عندنا ميتين وسبعة زائد ان اكس ناقص ار نحول هذه للقهل الاخرى عشان نطلع ناتق اللي هي اكس ناقص ار فلما نحولها تكون عندنا ميتين وستة وخمسين ناقص ليش ناقص لان هذه بتكون ويش بتكون عندنا بالسالب بتكون ميتين وواحد وخمسين حولناها للقهل الاخر بتكون عندنا اشارة سالب ميتين وسبعة يساوي اللي هي اه ان اكس ماينس ار بيطلع عندنا الناتق كم بيطلع عندنا بعد ما نطرح اللي هي اربعة واربعين فتكون عندنا ان اكس ماينس ار تساوي اربعة واربعين هذا حل هذه المسألة طبعا هو فقط عندنا بغير ويش نوقد هذا الناتق ونحن وقدنا وطلع عندنا كم يساوي اربعة واربعين والحين ننتقل للسؤال اللي بعده طبعا السؤال اللي بعده هني عطانا معادلة الاولى اللي هي هذي اللي هي رمز لها بالرمز ويش الرمز بي والمعادلة الثانية رمز لها بالرمز كيو وقالنا B تساوي Q بمعنى ويش؟ بمعنى أن الرقم اللي هني يساوي الرقم اللي هني والرقم اللي هني يساوي الرقم اللي هني بالترتيب والرقم اللي هني يساوي الرقم اللي هني واللي هني يساوي الرقم اللي هني فمعناته ويش بالترتيب الرقم الأول يساوي الرقم الأول من هنا والأخير ونحن رايحين فالحين هو باغلنا ويش؟ نوقع قيمة ال-W فنروح نشوف ال-W هنا مكانها صح فنحن قنع الأول يساوي الأول هنا فمعناته هذه الأخير صح فأكيد يساوي الأخير من هنا فنروح نكتب المعادلة اللي مطلوبة اللي هي ثلاثة زائد W على 0.5 تساوي لأن هذه تساوي هذه 1 على 4 نحن باغيين قيمة ويش؟ باغيين قيمة W فأول طريقة راح نسويها اللي هي طريقة المقص فتصير عندنا اللي هي هنا ثلاثة زائد W قلنا هذه ضرب هذه صح فتكون ضرب كم؟ ضرب 4 فعلى طول نحن نقدر نسويها اللي هي نعوض لكن نحن مثل ما نقول حبة حبة هذه ضرب كم ضرب 4 يساوي قلنا هذه فهذه صح فنروح للجهة المقابلة ونسوي اللي هي نص في كم في واحد الحين روح نطلع الناتج يطلع عندنا هني هذي طبعا نضربها في الثلاثة ونضربها في ال W وتصير عندنا اثنعشر زائد اربعة W يساوي نشوف النص ضرب واحد كم راح يطلع عندنا الناتج طبعا ما راح يطير الناتج هني اللي هو يكون عندنا نصف لحين نحن بغي نقيمة W فنضطر انه ويش نحول اثنعشر للجهة المقابلة بتصير عندنا اربعة W تساوي صفر فاصل خمسة ناقص اتناعش بيساوي عندنا اللي هي الاربعة W بروح نكتبها للجهة المقابلة هني اربعة W يساوي اللي هي مينس هي داعش بعد ما طرحنا منها ويش طرحنا اللي هو النصف نحن بغي نقيمة W فقط فنقسم على اربعة عشان نتخلص من اربعة ونقسم على اربعة بتصير عندنا W تساوي نطلع العدد بالآلة الحاسب يطلع عندنا 2.875 انتهينا من السؤال رقم ستة وننتقل للسؤال اللي بعد طبعا في السؤال اللي بعدها وش قالنا قالنا using difference law what is that نحن عطانا لحين مثل المعادلة اللي هي D minus E intersection R دام اننا قالنا هذا الشي نحط في بالنا بدون لا نخبط لخبط نفسنا ابدا كل شي بالترتيب عطانا فقط هذه المعادلة سواء اللي كتبه هنا وفهمنا او لا شفنا هذه المعادلة على طول الروح نحل وش في هذه المعادلة طالب طالب من عندنا مثل ما نقول نختصر فعاطلنا هنا D minus صح؟ فنحن هذه كأننا نضربها داخل القوس فقط فوش نروح نسوي عاطلنا اللي هي D minus E intersection R فنحن نروح على طول نكتب اللي هنا D minus E الاولى هادي صح؟ طبعا دام اننا فيه نوت هذه رح تطير تكون وش عندنا يونين بدل الانترسكشن ونروح اللي بعدها نكتب D minus R وبس هذا هو حل السؤال D minus هادي وD minus هادي وهادي رح تتحول بدل الانترسكشن تكون يونين لانه فيه السؤال فوش فيها نوت خلصنا نعم خلصنا نروح ننتقل للسؤال رقم ثمانية في السؤال رقم ثمانية طالب من عندنا وش؟ طالب من عندنا اللي هي قالنا إذ أكوين الكوين نعرفها كلنا اللي هي وش؟ الخمسين بيسة نحن نقول مثلا او اللي عمدن النقدية العمدن النقدية تتكون من وش؟ تتكون من اللي هي type مثلا نقول عنها typing مثلا كتابة T وعندنا وش؟ اللي هي الصورة عندنا كتابة وصورة فنحن نقول مثلا اللي هنا هي الhead صورة الرأس والشكل فعندنا نحن two sides يا أن تكون عندنا كتابة أو صورة واحدة من الثلاثين صح؟ أيوه فيبعدين قالنا نحن toss it twenty times عشرين مرة رموها عشرين مرة وش هي احتمالية أن نحن بتطلع عندنا في كل مرة نرمي ثرت عشر hits express your answer in five decimal place يعني ما وش معنات نحن كتبنا العدل يعني نطلع فواصل صح على أقل خمس أرقام بعد الفاصلة نكتب يعني ما نكتب رقمين وخلاص نكتب الأرقام على أقل خمس أرقام بعد الفاصلة خلاص نحن الحين عرفنا وش المعطيات اللي عندنا الحين نروح نعرف أو شيء ونعطي المعطيات زيادة نكتب اللي هي الكوين تتكون من وش have two side صح قلنا في side الأول نرمز له بالرمز تي اللي هي الكتابة والside الثاني بالرمز الhead أو الh اللي هي الصورة الحين نحن عرفنا أنه عندنا وش two side نروح نكتب probability of edge احتمالية وش أنه بيطلع عندنا الhead وش هي الاحتمالية راح نكتب اللي هي النصف ليش كتبنا النصف لأنه نحن أصلا عندنا الاحتمالية هل نكتب هنا اللي هي نصف 0.5 لأنه نحن عندنا يا أنه هذه 0.5 وهذه 0.5 يعني هذي خمسين بالمية وهذه حتى خمسين بالمية ليش؟ لأنه فقط عندنا احتماليتين نحن الاحتماليات دائما تكون مية بالمية أو واحد صح؟ فالنصف لهذا الاحتمالية والنصف لهذا فكذا إذا كانت طالبا عندنا بروبوليتيس أو هيت أو تايبنج الكتابة أو هذا فتكون دائما عندنا ويش؟ عندنا الاحتمالية اللي هي تكون بال 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 0.5 نروح نشوف اللي بعد اللي هو ويش؟ احتمالية التايب نحن قلنا طبعا ها 0.5 أكيد لنا تكون تايب 0.5 طبعا نحن دائما الاحتمالية اللي باغينا تكون بال والشي المتبقي تكون بال فنروح نكتب عليها ويش اللي هي التايب تروح تساوي عندنا 0.5 نفس الطريقة بالضبط 0.5 0.5 لحين خلاص وضحة عندنا صورة وفصلنا كل شي نروح الحين نحل بالقانون ويش يكون القانون عشان حل هذه المسألة القانون يقولنا اللي هو N X C يعني N C هذه N C R نحسبها N C R X طبعا بالآلة الحاسبة بخبركم كيف نسويها بالآلة الحاسبة مضروبة في اللي هي P X اللي هي الاحتمالية المطلوبة اللي هي هذه P X في Q N N ناقص X هذا هو القانون حين نحن على طول نروح ويش نسوي نعوض بالقانون اللي معطايا إياه نكتب العشرين عشرين عبارة عن ويش كم مرة رمت اللي هي ال 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 عبارة قلنا N C N C R هذه مثل زائد وناقص مثلها مثل زائد وناقص بعدين نروح تحت هني اللي هي ويش عندنا X اللي هي الاحتمالية المطلوبة اللي هي كم 13 احتمالية انه طلع عندنا X 13 مرة خلصوا من N C R رح نروح لل B ال B طبعا قلنا احتمالية ويش هذه ال H بتكون عندنا كم 0.5 أو نصف فنروح نكتب هني 0.5 أو 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 X ال X كم نحنا عندنا قلنا X قبناها اللي هي 13 نغلق القوس مضروبة في اللي هي Q عندنا هني كم اللي هي N اللي هي 20 ناقص 13 يساوي كم 7 نروح نطلع الناتق بالآلة الحاسبة هني sorry ال Q عندنا 0.5 نروح نطلع الناتق بالآلة الحاسبة بعد التعوير ويطلع عندنا الناتق اللي هو 0.073 9 2 1 2 3 4 5 5 5 فنا هنقدر نواصل أهم شي ما يقل عن ويش ما يقل عن 5 فواصل هذا هو حل مثل هذه الأسئلة ننتقل للسؤال اللي قادم في السؤال اللي بعده من اسهل الأسئلة اللي نحنا رح نواجهها الأسئلة القادمة طبعا لازم نعرف شي عندنا أول شيء هني لازم نفصل لكم شيء واحد قبل عن أنسى نحن قلنا طبعا كتبنا هني البي البي عبارة عن ويش البي اللي هو الشيء الموجود ويش الشيء الموجود نحن عندنا هني اللي هو 13 صح فدائما البي اللي هني نكتبها اللي هي الشيء الموجود أما الكيو هذي المعاكس أو المتوقع يعني مثلا نحن عندنا هني سوينا كم الأكس تساوي 13 صح بعدين قينا هني نحن كتبنا اللي هي ويش الكيو الكيو إذا بغينا نطلع ناتجها ويش يساوي يساوي اللي هي هذه إذا بغينا نطلع اللي هي الكيو فقط بدون نقص دي بتكون عندنا الان ناقص الأكس نحن قلنا الأكس كم تساوي 13 والان كم 20 فيطلع عندنا الناتج كم الناتج يطلع عندنا سبعة هذا هو المقصد بويش بالكيو والبي دائما نحط بالنال البي الشيء الموجود هني والكيو الشيء المتبقي من الموجود يعني هذا 13 وهذا 20 كم المتبقي سبعة سبعة تابعة بالكيو الحين نروح ننتقل لللي بعده اللي هو أعطاني سؤال أول شيء الدي عبارة عن ويش؟ الدي عبارة عن حقر النرد هذا حقر النرد ويقولنا أن حقر النرد رمي ثمان مرات كيف نحن نوبد اللي هو السمبل طبعا أول شيء داي عطانا إذا قالنا داي معناته واحد فقط إذا قالنا داي عبارة ويش؟ مقموعة فنحن قالنا فقط داي اللي هو الواحد فنحن نعرف أن الدي الست ما لكم 1 2 3 4 5 6 اللي هو الست ما لدي من واحد إلى ستة هذا هو الدل فنحن عشان نطلع هذه المسألة ونطلع الناتق ماله بكل سهولة ويش نروح نسوي؟ نسوي اللي هو عدد الأرقام داخل الست كم نحن نقلنا عدد الأرقام هنيل حين ستة صح واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة أس كم أس عدد المرات أو عدد التقارب اللي هي ثمانية 8 تايمز قالنا صح؟ بيطلع عندنا الناتق هني وراح نكتبه الناتق كم رح يساوي؟ يساوي واحد ستة سبعة تسعة ستة واحد ستة هذا هو الناتق لهذه المسألة طبعا في المسألة اللي بعدها طلب من عندنا ويش؟ اللي هو ال انترسكشن يو فهذه المسألة نحن إذا شفنا الانترسكشن هني نبسط على نفسنا وما نتعب نفسنا أبدا أي شيء قبل الانترسكشن يساوي الانترسكشن نفسه لأن الانترسكشن نحن عبارة عن ويش؟ عبارة عن الأشياء المشابهة صح؟ فيقول لك ال انترسكشن اللي هي اليوب فالإيقابة على طول هني L بدون أي مناقشة بدون أي تفكير شفنا أي شيء قبل الانترسكشن وإشارة الانترسكشن على طول الإيقابة L اللي هي قبل الانترسكشن انتهينا من هذا نروح للسؤال اللي بعده طبعا السؤال اللي بعده هني عطانا ويش؟ اللي هو عندنا الاس يونيون اس بعدين قلنا انترسكشن اللي هي الجي نحن قبل أول شيء واش قلنا أي شيء نشوفه قبل الانترسكشن هو واش اللي يقابل اللي هي هذي قبل الانترسكشن وبالإضافة الرقم اللي تكرر يعني عندنا تكرار الرمز من خارج وداخل القوس النتيقة تكون الرمز المكرر يعني هذا مثلا عندنا اس بعدين قلنا يونيون واش قرر الاس هنا والانترسكشن فالإيقابة واش اس بدون أي تفكير الحين في السؤال اللي بعده وهو السؤال رقم كم رقم 12 السؤال رقم 12 طالب من عندنا نحل مسألة قال إيه أداي قلنا الداي عبارة عن حقر نرد مثل ما قلنا سابقا صح رولد كم مرة ما حددن نكم مرة قالنا فقط حقر نرد رومي فباغي احتمالية لهذه الأشياء قبل لا نبدأ نروح نكتب اللي هي وايش الاحتماليات اللي في الداي بنفسها قالنا الاحتماليات ما لدى وش تساوي من واحد لين ستة واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة صح نروح على طول نحسب اللي هو الست ما له يساوي كم واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة يساوي ستة الحين قالنا وايش وايش احتمالية انوا وايش نلقى اللي هي اتليست فايف وش يعني اتليست فايف يعني على الاقل خمسة من خمسة ونحنا طالعين فمعانا وايش هذا الاثنتين فقط فنروح نكتب اتليست فايف بيكون عندنا كم قالنا اللي هو فايف ان سيكست كم راح يساوي عندنا عدد داخل اللي هو الروح اللي بعده قالنا واحتمالية ان يكون عندنا وايش اود نمبر اود نمبر اللي هي وايش الاعداد الفردية طبعا نشوفنا العداد الفردية عندنا واحد ثلاثة خمسة بيكون هنا واحد ثلاثة وخمسة بيكون لما نروح نسوي هنا بيكون عندنا كم ثلاثة عدد دست فالحين نحن لازم ما ننسى شي نطلع الانترسيكشن بعدنا والاشياء المكررة بين هذه وهذه اللي نحب بغينا احتمالية واحدة صح يعني اللي هني وهني وش الشي المتكرر المتكرر فقط الخمسة صح لانه 6 ما موجود هني فقط هذي المتكررة فنروح نكتب هني كم نروح نكتب يساوي فقط عدد واحد الحين نحن دام انه طلعنا هذا الشي نروح على طول نحل هذه المسألة بالقانون اللي عندنا القانون اللي يقول نويش اللي هي probability of which a or b ليش or b لانه السؤال قالنا at least five or odd number فهذه الرمز ها بال a وهذه بال b على سبيل المثال فالحين نحنقلنا الاحتمالية ما a or b تساوي probability of a plus probability of b minus probability اللي هي الانترسكشن نحن نقوم بما سيكيك بالانترسكشن اول نكتبها تححد احسن عشان تكون اوضح قالنا هذي وش تساوي probability of a plus probability of b minus probability of intersection اللي هي a intersection b ليش سوينا هني minus دائما مهما صار العناصر اللي طلعناه نحني كل هن مجموعة بستثناء الانترسكشن الانترسكشن لازم نطرح لازم نقص فنحن نروح الحين نعوض ال كم طلع عندنا نروح نشوف the probabilities of b a طبعا نحن a عندنا طلعناها كم اثنين صح نحن بغي الاحتمالية الاحتمالية نقسمها على العدد الكلي اللي هو هذا فالاثنين على ستة زائد ال b اللي هو عندنا كم ثلاثة على ستة ناقص اللي هو آخر واحد واحد على كم على ستة ويطلع عندنا الناتج اللي هو كم أربعة على ستة or بالفواصل مثلا 66 0.666 or بالنسبة المئوية اللي هي ليش بالنسبة المئوية لانا احتمالية فدائما يفضل نكتبها بالنسبة المئوية هذا هو الحل لهذا السؤال الحين انتقل للسؤال اللي بعده يقولنا اللي هو متى نحن نقدر نجمع الماتريكس دائما نحن نقدر نجمع الماتريكس if the demonized are equal بمعنى اننا نحن نقدر نجمع اذا كان هني عندنا 1 2 3 4 وهني عندنا 1 2 3 4 اذا عدد الخانات وعدد الرز وعدد الكولم اللي هني تساوي اللي هني نقدر نجمع غير كذا ما نقدر نجمع والحين هني قالنا متى نحن نقدر نضرب مثل ما قلنا سابقا فالضرب نحن ويش نقدر نسوي فقط اذا كان the number of columns of first لأول first اللي هو هذا مثلا first matrix is equal to the number of rows from from second matrix ويش يعني يعني نحن اذا عندنا two matrix صح هذه نحن نقول وهذه نحن اذا قينا وحسبنا هذه two pie two صح وقيتنا على المتركس الثاني اللي هي عندنا two pie two الحين هذه تساوي هذه امورنا طيبة لكن لو كانت هذه مثلا three وهذه two فمعنات هن ويش معنات هن ما متساويات فما نقدر نحل الاهم شي نحن عندنا هذه تساوي هذه نزيل لو هذه كانت three وهذه عندنا two وهذه two نقدر نعم نقدر نحن عندنا هذه وهذه هي اللي اهم شي هذا هو المقصد من السؤال اللي بعده طبعا هن هن في هذا السؤال عندنا ويش بغلنا نحول من الدسمول الى الاوكتر ومن الدسمول الى البايناري من هكسا دسمول الى البايناري طبعا نحن هذه الاسئلة شرحناهم قبل في الاول شروحات في هذه القناة اللي يحاب يطلع عليهم يقدر يطلع عليهم طبعا جدا السهلات فما يحتاج نحن نبدأ نحل هذه الاسئلة لكن اذا كان عند استفسار ممكن يتواصل معي ان شاء الله راح احل لياهم عشان نحن اختصارا للفيديو طبعا فهذه الاسئلة دائما نحن عندنا سهولة في حلهم الحين نحن دائما نحن خلصنا من هذه الاسئلة بنتوقف في هذا المحتوى ان شاء الله وراح نواصل فيديو اخر ونشرح من اللي هو ونحن طالعين وان شاء الله راح ننهي باقي الاختبار في الفيديو القادم